اشتركوا في القناة والمفردات بتوضح ده والنقطة التانية دخول المسيح الى الهيكل في ارشاليم وازاي هو طهره من كل الصارفة وباعة الحمام وطرد كل هؤلاء الناس اللي بيعبسون في الهيكل وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى بس الحقيقة احداث احد الشعنين بكل الاستقبال اللي حصل ده وكل الجمهور الكثير من الشعب اللي كان موجود نلاقي برضه سببه يرجع الى الاحداث السابقة الاحد الشعنين وهي المعجزة العظيمة اللي حدست قبلها بفترة صغيرة جدا معجزة اقامة العازر من بين الاموات بعد اربعة ايام من موته وزاي ما قلت له مارسة كده ايه يا سيد لقد انت هيا المعجزة دي عملت ضجة كبيرة جدا في ارشاليم وفي اليهودية كلها عشان كده يوضح ده انجيل معلمنا يحنى في قصة 12 ويبين ازاي المعجزة دي اثرت على الشعب اليهودي نفسه وعلى كمان الكتبة والفرسيين بس ده كان ليه رد فعل ودولا كان ليهم رد فعل مختلف ففي يحنى 12 يقولك كده ان جمع كثير من اليهود علموا انه هناك اي يسوع يعني فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط بل ينظروا ايضا لعازر الذي اقامه من الاموات طبعا سمعوا عن معجزة اقامة لعازر فكل الناس جاي عايزة تشوف اليسوع المعلم اللي اقام لعازر وعايزين يتأكدوا ايضا من قيامة لعازر وبعد كده يقولك فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ايضا ما هي دي دايما مشكلة عدو الخير يشوف اي انسان ابن لله يتمجد عمل الله فيه ويبقى هدفه الاساسي ازاي يخفي هذا الشخص او يضيع دوقوا لمعانه عشان ربنا قال انتم نور العالم والعالم وضع في الظلمة فيتخيل الشيطان انه هو ممكن يسبب ظلم الاولاد الله اللي هم دائما نور عشان كده لازم نحذر من ده جدا بعد كده نلاقي ان يقولك كده سمع الجامع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع قاتي الى ارشالين فاخذوا صعوف النخل وخرجوا للقاء وطبعا كانوا يصرخون اصنى في الاعالي مبارك القاتي باسم الرب ومبارك ابن داود فالشعب ابتدى يستقبل الله كملك وسعى في النخل والطريقة اللي عملوها دي هي طريقة استقبال الملوك منذ الايام القديمة من ايام المملكة اسرائيل المتحدة ان الملك وهو راجع من انتصاره وهزمته لأعداء شعب الله هي دي كانت طريقة استقبالهم لهذا الملك فهم النهاردة بيستقبلوا المسيح كملك السؤال بقى ليه نحن انت ابن لله وروح الله يسكن فيك هل انت مستعد لاستقبال الله في داخلك او في قلبك حقيقة امر مهم وسؤال لازم الانسان يفضل يسأله النفسه كل يوم هل انا جاهز وانا مستعد وقلبي يليق ان الله كملك يملك علي ده سؤال مهم لازم نسأله النفسين لعلة احبائي ما نخشاه ما يكون للناس اللي صرخت وقالت وصلنا في الاعالي وقالت خلصنا يا ابن داود والناس اللي جمع لشان يشوفوا اللي عمل هذه المعجزة العظيمة في كتير منهم هيجوا من الجمع العظيمة ويقولوا سلوبه فخلي بالكم لان الله دائما يريد القلب لا يريد الظاهر اللي ممكن يكون مختلف عن العمق او مختلف عن الداخل ده اكتر ناس ربنا قال لهم الويل لكم قال للكتب والفرسيون ليه بقى ايها الكتب والفرسيون المرأوم لان خارجكم يبان مبيض لكن داخلكم في ايه في اعضاء نجاسة وفي كل شر فشبههم بالقبور المبيضة من الخير فدي اول نقطة لازم ناخد بالنا انك انت بتقبل الله لكي ما يملك على قلبك لازم يكون دا بعمل حقيقي لازم يكون دا بفعل اولاد الله وسلوكهم الحقيقي مش مجرد سياح مش مجرد انسان يمارس تقوز بطريقة جفة وان كان التقس غني جدا يعني وقلبه ما بتحركش النقطة التانية اللي هنلاقيها في احداث احد الشعنين ان ربنا ذهب الى الهيكل مباشرة وشاف بقى طبعا انت عارفين ان الاحداث دي كانت بتحصل وقت او خلاص قرب عيد الفصح فكل الناس ملخومة في اعداد الخروف اللي ذكر في خروج اتناشر لما كلم الله موسى وهارون وقال لهم ان كنتوا في هذا الشهر تبتدوا تختاروا خروفا حوليا ابن سنة ويكون صحيح تماما وتحطوه عندكم تحت الحفظ علشان هيتم بعد كده الحفظ يتم بعد كده الزبح هذا الخروف تخيلوا احبائي ان هؤلاء الناس اليهود اللي موجودين في الهيكل قدامهم الرمز الخروف اللي عاملين يشوفوا صحيح ولا لا والسيارف عاملين يعملوا تغيير للعملة للناس اليهود اللي جايين من خارج ارشاليم يبدلوا لهم العملة بتاعتهم ويشوفهم وصفات الخروف كويس جدا جدا وقدامهم المرموز اللي الحمل الحقيقي موجود قدامهم في الهيكل وهم يعنيهم مش مش شايفا الى هذه الطريقة اعمية الامة اليهودية عن معرفة المسيح المنتظر بكل ما قيل عنه في العهد القديم للأسف للأسف لان هم تشغلوا في الامور المادية والامور الارضية حتى خروف الفصح ابتدى مع طول الوقت من ايام موسى لحد الوقت اللي فيه ربنا يسوع المسيح موجود بالجسد الموضوع بالنسبة لهم بقى عبارة عن ايه طقسه لازم نعمله خروفه لازم ندبحه ويبقى فيه بهجة وفرحة لكن الحقيقة عمق والهدف ان هم يعرفوا ان المسيح اللي مستنينه كل ده اللي هيصفك دمه اللي هم كانوا بياخدوه يحطوه على القائمتين والعرض العليا ده هيصفك دمه من اجلهم موجود وسطهم وهم مش دارينين به وهي دي مشكلة مشكلة كبيرة جدا وقعوا فيه عشان كده ربنا جيه طهر الهيكل ليه بيقولينا رسالة لو انت عايزني فعلا ادخل واملك على قلبك زي ما دخلت ارشاليم كده لانا دايما ارشاليم بالنسبة لكلام ربنا يا سواء المسيح في الانجل تمثل كل نفس بشري لو عايزني املك فعلا عليها انا مملكش على مكان الا لما يكون المكان ده مهيئ تماما مهيئ تماما ليه يا رب؟ طب انت مش عايز حد معاك قالك مش فكرة مش عايز بس ما ينفعش الله القدوس يبقى موجود في قلب بيميل احيانا للشر واحيانا للبر مش هتيجي الى متى تعرجونا بين الفرقتين قالها الي يا زمان هنفضل نمشي كده ونمشي كده ونقول احنا عايزين نعيش وقت لربنا ووقت للعالم الحقيقة مش هتعرف مش هينفع هنا انك انت تقول لربنا املك على حياتي لازم تطهر القلب تماما لازم تشيل كل باعة الحمام والصيرفة اللي موجودين في قلبك اللي هم روحين بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا كل الارتباطات وكل الميول الجسدية الارضية اللي موجودة في حياتك انت اتحررت اصبحت ابن لله حررك الله من كل شيء فعشان ربنا يملك ملك حقيقي في قلبك لازم تتحرر من اي شيء دي لا يتصلت شيء عليك ده كلام القديس بوليس الرسول لما ما يتصلتش شيء عليك ولا تفعل شيء لا يليك بيك قول ساعتها انا حر لانك فعل انت بساعتها حر لكن لو هتقول حررني الله وما زلت متمسك بامور خطيئة وعادات وشهوات الحقيقة انت بتقول انا حر لكن ما بتعيش الحرية انت بتقولها كشعار بس لكن انت مش عايش فاحباقي النهاردة احد الشعنين يوم عظيم جدا يوم عيد سيدي كبير نستقبل فيه الله في قلوبنا ولكن يجب ان نعد هذا القلب لكما يملك عليه الله المخلص لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد امي اشتركوا في القناة